كمان الزمالك فاضله 19 يوم بالزبط ويتم إيقاف القيد إذا الزمالك ما دفعش 172 ألف دولار وأنا بأكد لكم أن خلال الإسبوع ده أو قد يؤجلوا إلى ما قبل 19 يوم مثلا ب3-4 أيام يدفعوا الفلوس عشان هم عندهم حاجات مهمة دلوقت شغالين فيها وبأكد لجمهور الزمالك أن الزمالك لن يكتفي بالسكواد الحالي يعني هو مش مكتفي بالسكواد الحالي مش هيكتفي الزمالك بيبحث عن مكانين مكان رقم 6 مع دونجا ومكان السردباك قلب الدفاع دول المكانين اللي بيبحث عنهم الزمالك قد يأتي بمكان واحد قد يأتي بالاتنين على حسب أن يكون عنده لاعب مهم وفي محاولات حتى الآن لإقناع سامسون أكينولا بالخروج بالطراضي ما بين الزمالك وسامسون أكينولا اللي رافض تماما في حالة خروج سامسون أكينولا هيكون الحل في سردباك أجنبي أو مدافع أجنبي أو مدافع وسط ملعب رقم 6 لأن في مصر يعني ما فيش حد قوي غير رمضان بيكهم اللي بيبحث عنه ولكن سيراميكا مصعب الموضوع شوية رغم من رغبة رمضان بيكهم أنه يكون متواجد في نادي الزمالك غير دلوقتي موضوع الوينش كمان يعني الناس منتظر الوينش ومنتظر أحمد حمدي خدوا بالكو يا جماعة موضوع الرباط الصليبي وإن الدم يتضخ بصورة واضحة في كل الرجل وكده ما بقاش زي زمان يعني 6 شهور وترجع لا فيه ناس بتستعجل وترجع بعد 6 شهور ويرجع لها تاني وحصلت مع أكتر من لعب لازم على الأقل 9 شهور عشان الدم يتضخ في الرجل كلها ومتكون فرصة إصابتك مرة أخرى تبقى أقل ففكرة العودة بسرعة دي خصوصا أن الوينش مر بظروف صعبة جدا وإصابات متكررة لو واحد تاني غيره كان ممكن توديه في حتة أنه يبعد عن الكورة لأن إصابات صعبة جدا وفي أماكن صعبة جدا خصوصا أنه هو كل لعبه بيعتمد على القوة والسرعة والالتحامات والجومبينج وكل ده بيحتاج العضل وبيحتاج القوة العضلية الموجودة في الرجل فهيروح ألمانيا عشان ما يكونش فيه استعجال لعودته عشان ما يرجع حتى لو قعد 9 شهور يرجع وهو سليم مليون في المية كمان أيضا غير أحمد حمدي اللي الكل بينتظره لأن أحمد حمدي ما يعود هيكون حل مهم جدا من الحلول مع عبدالله السعيد وناصر ماهر كلعبة مميزة جدا للزمالك في نصف الملعب